أسهل طريقة لتشغيل الدراعات على لعبة EFootballer 2022 بدون أي برامج السلام عليكم شباب كيف حالكم؟ إن شاء الله دي منكم بألف خير معكم أخوكم أحمد رجعت لكم اليوم مقطع وسطوري جديد مقطع اليوم سوف أخبركم كيف سنشغل الدراعات ونحل مشكلة الدراعات على لعبة EFootballer 2022 لكي يتعاني الكثير من الناس أن الدراعات لا تشتغل عندهم و لا تظهر أصلاً على اللعبة طيب قبل أن تنسوا اللايك لهذا المقطع اللايك بيشجعني كثير بخلينا دايماً نستمر ونستمر في تقديم دايماً المزيد لا تنسوا اللايكاتكم لهذا المقطع يشتركوا في القناة فعلوا جرس التنبيهات ولو عندكم أي استفسار عن اللعبة حطوا لي تحت في الكومنتار كما ترون هنا في لعبة EFootball 2021 وكل إصدارات بيس الماضية كان بس بتيجي هون على الكنترولر وبتأشر هون مثلاً وبتأشر على الكنترولر لأي كنترولر بدك إياه وتلقاها معرفة أصلاً عندك هون تختار اليد الخاصة بك هون وتعدل الإعدادات أوكي وخلاص بتشتغل وبتشغل الدراعات عادية بس هسا في الإصدار الجديد 2022 EFootball مو موجودة أصلاً هون ما رح تلاقي أصلاً اليد موجودة في المكان هذا وهذا الشي مشكلة صراحة كيف رح نعدل هذا المشكلة جباب خطوات بسيطة جداً رح نروح نفتح برنامج استيمة جماعة الخير نيجي على اللعبة لعبة EFootball 2022 نضغط كليك يمين برابط بسيطة جداً نأتي على الكنترولر بهذا الشكل في هذا الخيار الأخير كنترولر نأتي هون نفتح الكنترولر لـ General sit هسا يا شباب رح نيجي على الخيار هذا رح تقشير بس على الخيار الثاني خيار PlayStation Configuration Support رح تختار هذا الخيار عشان الدراعات العادية شباب واليد العادية أنا عندي يد Xbox 360 فأصلاً هنت تعرف تلقائي على اللعبة بس انت رح تيجي تأشر على هذا الخيار تتغطباك بهذا الشكل ورح تلاقي الدراعات شغالة عندك 100% اتمنى يا شباب انه هذا الشرح يكون عجبكم لا تنسوا بنا بلايكاتكم شبابون هذا المقطع زي ما قلت لكم اشتركوا في القناة فعلوا جرس التنبيهات محطيت كتير شروحات عن نعبة دي فوتبول 2022 تقدرون ترجعون الها على القناة رح تلبوها كمان في الوصف وصف الفيديو وان شاء الله رح تكون كمان شروحات وحلول لكل المشاكل اللي بتواجهكم مع اللعبة لا تنسوا تشاركوا في القناة فعلوا جرس التنبيهات اكتبو لنا تعليقاتكم الأسطورية أسفل في الفيديو اراكم ان شاء الله في مقطع أسطوري سلطوري قادم سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة